التلخيص لمعلومات كثيرة وهو مجالات الكتابة المهمة التي لا يستغنى عنها في مختلف المجالات وإتقان التلخيص مهارة ضرورية لكل طالب جامعي بل لنا جميعا ولسيما في المجالات الإدارية ما هو التلخيص؟ التلخيص هو إعادة صياغة النص الأصلي صياغة جديدة يعني فيه نص كبير نص طويل تعاد صياغته في عدد أقل من الكلمات والجمل والعبارات مع المحافظة على جوهره والإبقاء على معانيه وأفكاره الأساسية يعني كأننا نقرأ الموضوع الطويل الأول ولكن موجزا هذه المرة وهذا لا يعني أننا حين نلخص نأخذ بعشوائية لماذا قلنا بأنها مهارة؟ هي مهارة لأنها ليست عشوائية لو كانت الشغلة مجرد اختصار لموضوع طويل بشكل عشوائي فالكل سيستطيع ذلك ولن نعدها مهارة هي لا تكون مهارة ولا تتحقق فيها صفة المهارة إلا إذا هو أعطانا الموضوع الأصلي كأننا نقرأه من خلال هذا التلخيص فإذا ليس عشوائيا يترك ويأخذ بمزاجية وإنما يأتي بعد فهم واستيعاب وتجميع للأناصر الرئيسة والجوهرية في النص الأصلي وعرضها في صورة مكثفة ولكن بعدد أقل من الكلمات ترجمة نانسي قنقر